المصوتون بنعم المصوتون بلا الممتنعون الممتنعون أصحاب الوكالات المصوتون بنعم أصحاب الوكالات المصوتون بلا أصحاب الوكالات الممتنعون أعتبر أن المجلس قد صوت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بكامله إن المناقشة المتعمقة والمثمر التي أحدتم بها مضمون مشروع المعروض عليكم كانت فرصة لي منذ أيام لرد على أسئلتكم وإنشغالتكم التي تركزت خاصة على الجوانب المتعلقة بتدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية مؤشرات الاقتصاد الكلي المالية العامة التمويل الاستثمار التنمية المحلية الإملاكة الوطنية التحول رقمي للقتار المالية والمعاملات البنكية وأؤكد لكم مجددا على أن الحكومة تولي كل الاهتمام اللازم لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف سيدة وسدة نواب وتكفل بها وشفنا كثير من التعديلات مست بعض المواد ندخل المادة المتعلقة بمشروع القانون جاء برفع الحد الأدنى للضريبة من 10 ألاف دينار إلى 30 ألف على صغار التجار وإحنا قلنا من باب التبسيط الضريبي والتخفيف الضريبي والإحتواء الضريبي نبقي على هذه الضريبة حتى لا تكون مدخل وماطية لبعض التجار لبعض الناس ليرفعوا الأسعار ويضروا بالقدرة الشرائية بشكل غير مباشر المواطن أهم ما يمكن أن يقال على هانول مالياسن في 2025 أنه في عمومه جاء تاريا ممكن أنه يحقق الغاية المرجوة منه أولا سواء فيما تعلق بزجسيد سياسات العمومية للبلاد سواء ما تعلق بطموحات المواطن ممكن أنه نخفوا على المواطن ترجمة نانسي قنقر